عاش بطل قصتنا في زمن الفترة أيما بعد سيدنا عيسى عليه السلام وقبل خاتم الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكان يدعى برصيصة يقولون إن الراهب برصيصة كان يصوم عن الطعام أربعين يوما لا يشرب فيها إلا الماء ثم يفطر لمدة يوم واحد ويعاود الصيام مرة أخرى يا رب يا رب لقد تعبت من السير لماذا يقتن الراهب برصيصة في هذا المكان الموحش؟ إنه يعتزل الناس ليتعبد ويخشع لله وحده ها قد وصلنا سأطرق الباب بسمك اللهم أرحني يا الله بعظيم رحمتك لقد بدأ في صلاته الآن ومتى سينتهي يا أبا نوب؟ لا أدري قد يصلي عشر ساعات وأحيانا يستغرق في الصلاة لأيام كاملة وهل ننتظر لأيام كاملة لنسأله الدعاء والنصر على الأعداء؟ هيا يا برسوم هيا يا أبا نوب سنأتي له في وقت لاحق ماذا بك يا سيد الشار؟ أراك تبدو حزيناً مهمومة؟ كلما أرسلت الشيطان ليوسوس إلى ذلك الراهب وينهيه عن الصلاة فشيل في مهمته تقصد برصيصة؟ هل لي أن أجرب؟ أنت من أذكى وأخلص تلاميذي أيها الشيطان الأبيض ولكننا جربنا كل الحيال معه دعني أحاول مرة أخرى لن نخسر شيئة يعجبني حماسك للعمل لا بأس حاول يا أبيض وأطلعني على نتيجة عملك أولاً بأول من أنت يا أخي؟ السلام عليك أيها الراهب الكريم برصيصة وعليك السلام لم أتعرف عليك بعد واحد من آلاف المخلوقات فما أهمية الإسم؟ صحيح يبدو أنك رجل حكيم أرجوك أرجوك أن تعلمني شيئاً أستفيد به في حياتي سأعلمك دعاء إذا قلته على جسد مريض شفيا من مرضه في الحال وهل هذا ممكن؟ سترى بنفسك وما هي خطتك يا أبيض؟ سأذهب إلى بعض الناس من الحكام والأكابر وأصرعهم وأسكن في داخلي وسيستنجد أهالي المرضى بالراهب العادل الصالح وهنا يقرأ الدعاء الذي علمته له وساعتها تخرج من جسد المريض وكأنه هو الذي شوفي بالضبط يا سيد الشر ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون النجدة نار في رأسي يهدى يا وزيري أين الأطباء؟ عرضناه على كل الأطباء يا مولاي سيد الملكة باتريك هل لي أن أقترح حلا لعلاج الوزير بلاطس؟ تحدث يا الجندي أبا نوب هناك راهب صالح يسكن في صومعة في أطراف المدينة يدعى برصيصة سمعت به وماذا بوسعه أن يفعل؟ قد يكون دعاء رجل صالح كهذا مستجابا عند الله خذوه إلى ذلك الراهب فورا ربما أمكنه العلاج لن نخسر شيئا بالتجربة أرجوك يا سيدي صلي من أجله أو اقرأ له شيئا من الدعاء المبارك الدعاء المبارك؟ ومن غيرك يستطيع علاجه؟ سأجرب شيئا ربما نجحت آه نار في رأسي النجدة النجدة الشيطان الأبيض يخرج من جسد الوزير أين أنا؟ وما الذي جاء به إلى هذا المكان؟ أما تشعر بالألم؟ على الإطلاق إنني في أتم صحة حمدا لله يا له من أمر عجيب بورك فيك يا سيدي الراهب أنا لم أفعل شيئا يا لك من رجل متواضع هذه شيم العظام اسمح لي أن أقبل أن أقبل يدك يا سيدي الراهب لألتمس البركة وأنا أيضا أرجوك يا سيد برسيسة لا يوجد غيرك يمكن أن نعهد إليه برعاية أختنا قلت لكم لا وألف لا كيف أعيش مع امرأة غريبة في بيت واحد لن تكون في بيت واحد سنبني لها غرفة بجوار صومعتك سأراها في طريقي كل يوم سأمرها أن تحبس نفسها في هذه الغرفة ولا تطيع في غيابنا إلا سيدها الراهب لا لا ستشغلني صغائر الأمور هذه عن العبادة يا سيدي الراهب نحن مضطرون للسفر جميعا وستهلك المسكينة بدونك هل يرضيك هذا؟ ولكن أرجوك يا سيدي قل موافق ولكن نتوسل إليك أن لا تخذلنا لا فائدة ليس أمامي إلا أن أقبل هذه المهمة الثقيلة سافر إخوة الفتاة وتركوها في رعاية الراهب الذي كان شديد التخوف من فتنة النساء وكان لشدة حرصه يترك الطعام على بابها ويترك الباب ثم يجري حتى لا يراها أو يتحدث إليها أين كنت مختفيا يا صديق العزيز؟ آه تواتجول في أرض الله واسح متأملا مخلوقاته العجيبة دعاؤك الذي علمته لي أثاره طيب للغاية ما قرأته على مريض إلا وساعده على الشفاء الله هو الشافي ما نحن إلا أسباب في يديه ماذا بك يا صديقي؟ أشعر بشيء من الهم والخوف فلقد عهد إلي بمسؤولية ثقيلة في رعاية فتاة تقطن بجواري عانك الله سمعت اليوم صوت الذئب يحوي لعله اشتم رائحة طعام قريبة أنا وضعت الطعام على بابها أيكون الذئب قد أكله؟ لست أدري كان الأحوة أن ننتظر حتى تأخذ منك الطعام بنفسها أتظن ذلك؟ يا أيها الناس كنوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عذب مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لا؟ لست هو؟ من تكون إذن؟ بل أنا برصيصة، ولكنني لست سيداً لأحد، هذا ما قصدته هذا تواضع عظيم منك إليك هذا الطعام أعددت الطعام بنفسك وحاملته إلي هذا واجبي، لقد خشيت أن يأكل الذئب الطعام، لهذا وقفت أنتظرك هل الذئب قريب من هنا؟ ماذا؟ لست أدري، ألك حاجة في شيء؟ إني خائفة، أقصد شكراً لك سيدي على تعبك أغلقي الباب خلفك جيداً أعددت الطعام بنفسك وحاملته إلي أستغفر الله، أستغفر الله يجب أن أبدأ صلاتي من جديد يسمع برصيصة أحدهم قادمة هي بالتأكيد ما هذه الجرأة؟ لن أفتح لها أحدهم يطرق الباب من بالباب؟ نهوانا معذرة يا أخي، كنت أظنك هي هي؟ هي من؟ الفتاة التي حدثتك عنها لا تذكر شيئاً الفتاة التي عهد إلي إخوتها برعايتها نعم، نعم، تذكرت سمحني، مثل هذه الأحاديث لا تعلق برأسي أقسم لك أنني لم أحدثها إلا مرة واحدة، خشيت أن يأكل الذئب طعامها، ومن وقتها لا أطرق بابها هتقصد المسكينة التي توشك على الموت؟ ماذا تقول؟ نعم، مريضة تحتضر وكيف عرفت؟ سعالها يدمي القلوب، مسكينة، ستموت موتاً بطيئاً، إذا لم يسعفها أحد ما العمل؟ كيف أتصرف؟ ادخل إلى غرفتها، وحاول أن تساعدها، لا تخشى على نفسك فأنت راهب وعابد وزاهد، ودعواتك مجابة بأمر الله نعم، ولكن إما هذا، وإما أن تتركها تموت يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدر مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم عفواً لدخولي، إنما أردت أن أطمئن عليك أهلاً سيدي دعك من الكلام الآن، وتناولي هذا العسل الجبلي، هو مفيد جداً لك ما أطيب طعمه، شكراً لك لا شكر على واجب يا... معذيرة، لم أعرف اسمك اسمي ريموندا يا سيدي ريموندا؟ ما معنى هذا الاسم؟ يقولون إن معناه نور العالم نور العالم؟ يا له من معنى جميل إنني في الحقيقة نادم أشد الندم نادم على فعل الخير؟ لم أعود أفهمك يا صديقي لقد شفيت الفتاة تماماً، لم تعود بحاجة إلى وجودي بجانبها أكمل، ثم ماذا؟ لكنني أواصل زيارتها كل يوم، ونجلس معاً للحديث والضحك بدون ضرورة للزيارة كيف بدون ضرورة؟ إن هذه المسكينة تعيش أحدها بين أربعة جدران، ومن واجبك أن تسليها وتؤنس وحدتها أؤنس وحدتها؟ هذا، هذا كلام خطير ما الذي يخيفك في الأمر؟ يخيفني أنني رجل قد أقع في الفتنة، وهي امرأة آية في الجمال والرقة والعذوبة تتحدث كأنك إنسان عادي، أنت راهب يا برصيصة، وزاهد ونفسك طاهرة، أنت غير الناس، جميعاً أتظن ذلك حقاً؟ سيدي الراهب، ألن تذهب إلى صومعتك لترتاح؟ راحتي هنا إلى جوارك لقد تأخر الوقت يا سيدي، والأفضل لصحتك أن تنام كيف أنام وأترك نور العالم كله؟ أنت نور عالمي يا ريموندا، ولا سعادة لي بدونك ريموندا أين كنت كل هذا الوقت؟ معذرة يا سيد الشار، كنت مجغولاً في العمل مع الراهب برصيصة؟ ممم، أو유 وهل وصلت إلى نتيجة ما؟ أجبني بسرعة هاههاهاها! لقد سقط برصيصة في الفاحشة حقاً؟ لا أصدق! لقد فعلتها أيها الشيطان الأبيض لماذا تبكين الآن؟ ليتني ميت قبل أن يحدث ما حدث إنني أكره نفسي أما أنا فلا يوجد في قلبي إلا الحب لك يا ريموندا أرجوك يا سيدي اتركني اتركني وكفى ما جرى بل ستأتين معي لتعيش في صومعتي فليشك فينا أحد من الناس ماذا سيفعل إخوتي عندما يعلمون بالفضيحة؟ ومن سيخبرهم بها؟ هل سأعيش بقية عمري على هذا النحو؟ وأثمرت جريمة برصيصة مع الفتاة طفلا بريئا أذنب له قلت لك ألف مرة إنني لا أريد طفلا نحن لسنا زوجين لتنجي بي لي لقد جاء المسكين إلى الدنيا ولا ذنب له فيما جرى ماذا سأقول للناس إن علموا بوجوده؟ أسكتيه فورا بأية طريقة؟ المسكين يتألم من البرد سأذهب أنا إلى غرفة القديمة فأحضر ما أجده من ملابس لعله يتدفأ ويرتاح سلام عليك أيها الراهب العابد الطاهر لمن هذا الطفل يا ترى؟ لا أدري لو رآه غيري من الناس لظن أنه ولدك ولو رآه إخوة الفتاة ماذا سيفعلون بك؟ هذه مشكلة وعليك أن تحلها وبينما كانت الفتاة مشغولة بتوفير أسباب الحياة لولدها الرضيع كان برسيسا مشغولا بدفن الطفل بعد قتله لقد أحضرت له الملابس الثقيلة هل نعم؟ سأذهب إليه إنني لا أجده في الصومعة برسيسا؟ برسيسا؟ أين ولدي؟ ماذا فعلت بالطفل؟ أجبني فعلت ما كان ينبغي أن أفعل أنا لا أفهم أين ابني؟ أين ابني؟ ابنك كان سيجلب لنا العار وقد تخلصت منه قتلت لا لا أنت تكذب أين ولدنا؟ أستحلفك بالله الذي تصلي له يا برسيسا أستحلفك بالله ألا تفهمين؟ ألا تفهمين؟ ولدنا مات لا لا أرجوك قل لي أين هو؟ أنا قتلته ودفنته بيدي هتين حتى أحافظ على سمعتي بين الناس أهذا ما يهمك؟ سأخبر الناس عنك قلت خرسي سأحبسك في هذه الصومعة حتى تتعلم الأدب يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم تحدث يا برسيسة لقد قتلت الطفل مثل ما نصحتني أنا؟ أنا؟ أنا لم أنصحك بالقتل قلت لك فقط يجب أن تتخلص من الفضيح المهم الآن أن ريموندا غاضبة وتصرخ طوال الوقت كالمجنونة وأين هي الآن؟ حبستها في صومعتي آه هذا خطأ كبير قد يمر أحد الناس بجوار الصومع فتستنجد به أو تحكي له كل شيء أيمكن أن تفعل ذلك؟ لا تنسى أنها مجروحة أنت قتلت ابنه المرأة لا يصمت لسانها ما دامت على قيد الحياة إذن أقتلها وأجبرها على الصمت انتظر يا برسيسة لا تتعجل يا أخي العاجلة من الشيطان أسلوبك رائع يا أبيض وسوست له بالفكرة دون حتى أن يلاحظ أخرج من هنا ماذا تريد؟ لن أؤذيك يا نور العالم إذا وعدتيني أن تلتزم الصمت وتنسي ما جرى كل ما يهمك أن أصمت ولا يفتضح أمرك لا لا يا برسيسة لن أصمت أبدا إذن أنت لم تتركي لي خيارا آخر لقد قتلتني قبل ذلك مرتين قتلتني يوم وثقت بك وقتلتني يوم أخذت ابني لا فائدة يجب أن أقتلك وسأدفنك بجواره وقتل برسيسة ريموندا آه اللهم اغفر لي ذنبي وجهلي اللهم اغفر لي خطيئتي إنك أنت الغفور الرحيم سيدي الراهب كيف ماتت أختنا ريموندا؟ مرضت مرضا شديدا وحاولت إسعافها بكل الطرق نعرف أنك لم تقصر يا سيدي الراهب في مداواتها شكرا لكل ما فعلته من أجل أختنا لقد قمت فقط بواجبي من أنت أيها الغريب؟ رجل مسافر، أين أختك؟ لا تذكرني رحمها الله ماتت مريضة بل ماتت مقتولة بعد أن كيف تجرؤ على اتهام الراهب برسيسة بهذا؟ عندي الدليل على صحة كلامي هل تخبرني بالحقيقة؟ جرب نفسك لتعرف أنني أخبرك بالحقيقة كان كابوسا فضيعا لقد رأيت لا عليك أما أنا فلا أستطيع الكتمان ما رأيته في الحلم كان قبر أختنا هذا نفس ما رأيته ودلني عليه رجل مسافر هو نفس حلمي أيضا لقد قال الرجل إنها مدفونة بجوار الغرفة التي بنيناها لها نعم على يمين الباب في حفرة عميقة ومعها طفلها الذي أنجبته من الراهب هل يمكن أن نرى جميعا نفس الحلم؟ دعونا نتحقق من هذا الأمر وحفروا الأرض ثم أخذوا الراهب جرا ماذا دهاكم؟ أنا الراهب برصيصة أصمت أيها المجرم أرجوكم أرجوكم دعوني أدافع عن نفسي ستتحدث أمام الحاكم باتريك ووزرائه والناس أجمعين لماذا تفضحونني وتفضحون أختكم؟ سأعطيكم أي تعويض تطلبونه اخرس ولا تزد كلمة واحدة يا للفضيحة يا للفضيحة يا لك من داهية يا أبيض إنني أعترف بالدهشة أمام قدراتك الشيطانية لست راضيا عن نفسي بعد يا سيد إبليس كيف؟ لقد صبرت على الراهب حتى جعلته يرتكب الفاحشة ثم جعلته يقتل مرتين هذا غير الكذب فماذا تريد أكثر؟ إن الطموحي لا يتوقف عند أحد ماذا تدبر أيها الشيطان؟ سترى سترى حالا يا سيد إبليس أرجوك يا صديقي أن تنجيني أنت الذي فعلت ذلك بنفسك يا سيد الراهب لم أعد راهبا أنا فاحش وكاذب وقاتل أرجوك ساعدني كيف أساعدك الآن؟ لماذا لم تتق الله؟ كيف لم تستح وأنت أتقى من إسرائيل؟ أرجوك لا تزد من ألمي ثم إنك اعترفت لإخوة الفتاة بكل ما فعلت أوقفك في غاية الصوبة أنت الذي دفعتني لهذا كنت تشير إلي أن أحدثها ألا أتركها وحيدة كنت تشجعني دائما حتى حتى ماذا؟ أكمل أنت شيطان نعم أنت شيطان خيرا عرفتني ولكنه إدراك متأخر يدل على الغذاء الشديد لا تؤخذني إنما أقرر حقيقة دعك من الكلام وفعل شيئا سيقتلونني سيقتلونك هذا شيء مؤكد وليس أمامك إلا حل وحيد قبلته قبلته ما هو؟ أسجد لي سجد واحد وأنجيك من كل هؤلاء قبلت الآن يا سيد إبليس أستطيع أن أقول أنني أتممت المهمة إنني ساجد أمامك فأجرني هذا ما أردته منك يا ورصيصة وكانت النتيجة أنك كفرت بربك إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمي كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين بدأت قصتنا بموت رجل صالح تاركا لولديه ثروة كبيرة لتكن آخر الأحزان إن شاء الله كان أبوك يا قرطوش يتصدق علي براتب شهري لعجزي عن العمل رحمه الله لم يخبرني بهذا أبدا انتظر يا عماه لا نريد أن نقطع الخير الذي بدأه أبونا كم أعطيته لا أدري لم أعد الدراهم أنت تبدد مراثنا لا يعجبني أسلوبك في إنفاق المال لا تنسى أننا شركاء أعطيته من مال خاص أي مال خاص؟ إنه مراثنا المشترك اسمع يا تمليخة قد حان الوقت لنقتسم المراث الآن؟ نعم الآن ماذا ننتظر؟ حسنا كما تحب يا أخي لقد ترك أبونا ستة آلاف درهم نقتسمها بالعدل لكل منا ثلاثة أهلا بك يا سيد قرطوش سمعت أنك قد اشتريت الأرض المجاورة لأرضي هذا صحيح يا سيد عكاك لقد جئت أتعرف إلى جاري الطيب وأرجوه أن يقبل هذه الهدية المتواضعة يا لها من أوان ذهبية رائعة إنها تساوي ثروة من المال تزيد قيمتها إذا لمستها يدك تحسن الكلام يا رجل تحسن الكلام يا رجل ولكني أشعر بريبة لا تآخذني لا يوجد من يقدم هذه الهدية الغالية دون أن تكون له حاجة حاجتي رضاك يا سيد عكاك وماذا بعد رضاي؟ أريد أن أتزوج ابنتك ولكنك متزوج كما سمعت لا يوجد مانع من الزواج باثنتين إن مهر ابنتي ألف درهم أدفعها اليوم إذا قبلت أحسنت بشراء هذه الأغنام يا تمليخة دفعت فيها ألف درهم كاملة أحسنت ستفيدنا كثيرا سنبيه الألبان كل يوم ونسق ابنتنا سابحة وغدا تتوالد الأغنام ويزيد عددها وأيضا لن ننتظر إلى الغد سنسبحها كلها اليوم لماذا؟ هل نسيت عشرات الجوع من حولنا؟ كيف نكنز المال ونتركهم يتدورون جوعا؟ إذن نسبح ربع القطيع للفقراء أو نصفه ونرعى النصف الآخر لنجد ما يكفينا لقد من الله علينا بمال وفير وليس أحب إلي من إنفاق هذا المال في مرضاة الله أقدر لك حبك للخير ولكن أترك لنا عشرة خراف لا تنسى أن لدينا ابنة بل سأترك لها شاة واحدة تكفي هيا يا روضة الجائعون لا يحتملون مبارك لك يا أخي على هذا الزواج ما هذا؟ أتسخر مني؟ لماذا تقول ذلك يا أخي الحبيب؟ كيف ترتدي هذه الملابس القديمة البالية أمام أصهاري؟ هذا أفضل ما لدي هذه عباءة أبينا ألا تذكرها؟ وتأتيني راكبا حمارا أجرب؟ أليس لديك عربة تجرها الخيول؟ قرطوش ألا تعرفنا بضيفك؟ إنه صاحب قديم لماذا تشتري ملابس بألف درع من كامل؟ هل أزعجك قول أخيك إلى هذا الحد؟ إنها ليست لنا تفضلي يا خالتي كم عدد أفراد عائلتك؟ أربعة عشر خذي يا سابحة احملي هذا عن خالتك بارك الله فيك يا بني وفيك يا خالتي مممم ساهمت لكن أنت طيب يا تمليخة الحمد لله أنك لم تخالفيني هذه المرة كنت أخالفك حرصا على مالك إذا كان المال يستطيع أن يشتري الآخرة فمن الحماقة أن نشتري به الدنيا هوني عليك يا علياء يا زوجتي أعرف مدى حبك لأبيك الراحل ولكن ماذا بأيدين؟ هذا قضاء الله تعرف أنني لا أؤمن بإلهك فلا تقل لي كلاما يزيد من غضبي اسمع يا قرطوش إذا أردت أن ترعى أردي وتجني خيراتها فعليك أن تؤمن بمعبودي هذا؟ أنت تسخر منه؟ لا أبدا 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 إني أراه لطيفا لا يكفي أن تراه لطيفا يجب أن تحترمه أحترمه بكل تأكيد لأجل خاطرك وتسجد أمامه هذا شرطي الوحيد وأسجد أمامه أظن أننا قد اتفقنا تمليخة إنني لا أجد مالك أين الألف درهم الباقية من ميراس أبيك؟ لا تخشي شيئا لقد تضاعفت كيف؟ هل اتجرت بها؟ نعم اتجرت بها مع الله أعتقت عشرة من الرجال والنساء كانوا عبيدا وجواري عند الكفار نعم ولكن كيف سنعيش الآن؟ مثل ما كنا نعيش يا روضة إنني لا أفهمك يا تمليخة أعرف مدى حبك للخير وسعادتك بالعطاء ولكن كيف تنفق ما لك كله ولا تبدخر منه شيء؟ بل ادخرته كله عند الله وخلصت نفسي من حمل تلك الأمانة أفصح أيها الفلاح البائس انتظر يا رجل قليلا إنه الطريق إلى قصري ابتعد هل تريدني أن أسقط في الماء؟ من؟ تمليخة؟ كرطوش؟ أخي كيف حالك؟ كما ترى وأنت؟ ما الذي جرى لك؟ إنني بخير والحمد لله هل تسمي هذا خيرا؟ هل أضعت مالك على النساء أم في المقامرة؟ إذا كنت تسأل لتطمئن على حالي فاعلم أنني والفضل لله لا أجرؤ على الاقتراب من الحرام وهل من الحلال أن تكون بهذا البؤس؟ أي بؤس؟ إنني لا أشكو من شيء انظر إلى نحول وجهك وإلى ملابيسك الممزقة مر علي في قصري سأطعمك وأكسوك شكرا لك يا أخي على كل حال وتأتي بأولادك معك أيضا كم لديك من الأبناء الآن؟ ليس عندي إلا سابحة فقط؟ أنا عندي سبعة من الذكور وأريد أن أنجب مثلهم حتى لا تبور الأرض من بعدي ليبارك الله لك في أولادك وأرضك الأرض لا يمكن أن تفنى أو يحدث لها شيء المهم كثرة الأولاد ليقدروا على الزراعة لا تنسى أن تزورني ولكن لا تقل للخدم إنك أخي تعرف مكانة الآنك كبير للتجار والزراع كان صاحب الجنتين يعتقد أنه غني بماله وجنتيه أما الفقير كان يرى أنه غني بإيمانه وثقته بخالقه ماذا بك يا روضة؟ لقد مرضت الشات الوحيدة ماذا نفعل الآن؟ سنحاول أن نداويها قدر ما نستطيع لم يعد بإمكاننا أن نحلب لبنه أو نستفيد منها في شيء الأصوب أن نسارع بزبحها اتق الله كيف أذبح شاة مريضة وأوذي الناس بلحمها؟ وهل سنطعمها ونسقيها دون مقابل؟ منذ جئنا إلى هذه الحياة والله يطعمنا ويسقينا ويرزقنا دون مقابل وهو غني عن عبادتنا له كنت أقصد كيف سنجد ما نطعم به صغيرتنا؟ لا تشغل بالك بما هو ليس لنا سيرزقنا الله فقد نشات الوحيدة يا تمليخ لله الأمر من قبل ومن بعد سأخذ تلك المسكينة وأدفنها تمليخ هذا خاتم زواجنا باعه واشتري ما يلزمنا من طعام بل احتفظي به يا روضة إنني أجتهد في البحث عن العمل وأشعر بقرب انفراج الأزمة عندما تنفرج الأزمة اشتري لي غيره حفظك الله لنا يا زوجي الطيب سأذهب إلى أخي قرطوش إنه يملك جنتين كبيرتين وبالتأكيد يحتاج إلى جهدي وأمانتي أنت تعرفين أن الأعناب تفسد إذا لم تجن وتؤكل في حينها أعرف ولكن ما علاقة ذلك بأن تأخذ زهبي وتبيعه أحتاج إلى مال كثير لأنفذ فكرتي وما هي فكراتك؟ نعصر العنب ونخبئه في قنينات من الزجاج ونتركه حتى يصير نبيذا رائعا ولكن الفلاحين من حولنا فقراء لا يجدون سمن الطعام فمن سيشتري النبيذ؟ يا لك من ساذجة سأبيعه في كل أنحاء الدنيا للأثرياء ووجهاء القوم وهكذا لنفقد ولا حبة عنب واحدة وتتضاعف ثروتنا آه الفكرة تبدو جيدة لقد درستها في كافة الوجوه صدقيني سنربح منها الكثير سيدي رجل يقول إنه أخوك تمليخة ينتظرك في الخارج لقد نسيته تماما ترى ما الذي جاء به دعيه في الحديقة وسأذهب إليه سبحان من هذا خلقه بارك الله لك يا أخي قرطوش أخي الحبيب ما الذي جاء بك؟ أوحشتني وفي الحقيقة هناك سبب آخر أخجل أن أذكره دعنا نتكلم ونحن نسير يجب أن أراقب الفلاحات أثناء جمع الثمار وإلا تكاسلنا جميعا لقد استغنيت عن رئيس العمال منذ أيام لعله لم يكن أمينا هو ذاك هو ذاك سبحان من يدبر لنا الأرزاق لقد قبلت قبلت ماذا؟ أن أعمل في حديقتك رئيسا للعمال قل لي يا تمليخة ما هي خبرتك في إدارة الحدائق؟ بإمكاني أن أتعلم انتظر أيها الفتاة الحمقاء تمليخة سنكمل حديثنا فيما بعد هيا وانضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهارا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفارا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا ما كل هذا الطعام من أين أتيت به رفق أتانا من عند الله روضة أين خاتمك الذهبي كل كل بالهناء والشفاء ما هذا الحظ الطيب أراك مرتين في أسبوع واحد هذا كثير كثير للغاية أشكرك يا أخي ولكني في حقيقة الأمر قلق عليك أنت قلق علي أنا لماذا؟ أخشى أن لا تكون بخير وأنت الذي ستساعدني؟ بكل تأكيد أنصحك أن تنظر إلي وإلى نفسك جيدا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا الكبرياء لله وحده ألست أغنى منك؟ نعم ولكن لا تنظر إلي بل ينظر إلى الجنة المترامية أمامك تأمل الأشجار والنهر والثمار والخضر هل تتخيل يوما أن تضيع هاتان الجنتان؟ كل ما يملكه الإنسان مملوك لله وهو بيد الله إن شاء أبقاه وإن شاء استرده فخرج من يد البشر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا هذا كلام مرسل لا دليل عليه تعال لي أصطحبك في رحلة إلى جنة أخرى هيا انظر إلى أي اتجاه تحبه إلى جنة هذه أو جنة تلك أنصحك يا أخي ألا تغطر بالنعيم الزائل زائل؟ كيف تزول الأرض؟ كل ما أمامك من صور ستخرج يوم القيامة من يدك وتعود إلى الله فقيرا يوم القيامة؟ يؤسفني يا عزيزي أن أبلغك أنه ليس هناك يوم للقيامة هذا أمر لا يصح فيه المزاح لست أمزح إنني أؤمن بما أراه وألمسه بيدي أنتم تتحدثون عن جنة سيدخلها المؤمنون بالله وأنا قد استغنيت بجنتي هاتين عن جنتكم لا تكفر يا قرطوش لو كان هناك يوم قيامة كما تعتقد فسوف أعمل فيه باحترام باحترام يليق بثرائي وسوف أجد خيرا من هاتين الجنتين في الآخرة إنني أرثي لحالك يا مسكين أنت ترثى لحالي؟ لماذا؟ لقد أنعم الله عليك وامتحنك بالثراء وكان ينبغي أن تشكر الله على نعمته لو أنك قلت وأنت تدخل بيتك أو جنتك ما شاء الله لا قوة إلا بالله لحفظ الله لك ما تملك وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا أنت تتحدث وكأن الحدائق ستزول ستتبخر من على وجه الأرض من يدري قد يرسل الله عليها عاصفة من السماء فتصبح خرابا عاصفة من السماء وهل ستشرب العاصفة ماء النهر أيضا قد يجف النهر أيضا فلا تجد ريا للزروع أنت تلجأ إلى الله لأنك فقير لو كنت غنيا مثلي لم احتجت أن تلجأ إليه وأنت تكفرك الكفار يا قرطوش بل أخشى أن أقول قد صرت واحدا منهم ما الذي قاله لك أخوك وجرح شعورك إلى هذا الحد إن لي لا أبكي منه بل أبكي علي لقد أعماه حب الدنيا والاخترار بها حتى نسي فضل الله لا أدري ماذا أقول لك ليس ما تحكيه جديدا بالنسبة لي أنت مظلوم في أخيك انصرف الفقير بعد حواره حزينا على أخي وآوى الغني إلى فراشه ونام وخيم الليل على الجنتين هدأ كل شيء وسكن كل شيء هذا السكون الذي يسبق العاصفة لماذا تبدو متوترا يا قرطوش هل أعد لك قدحا من الحليب الدافئ بل قدحا من النبيذ المعتق وسأمشي قليلا في حدائقي الآن نعم أريد أن أملأ صدري من هواء الجنتين وأتفقد ثروتي وأملاكي التي يظن الأحمق أنها قد تضيع تدافعت في السماء سحب كثيفة راحت تتجمع وتقترب في موكبها الكوني مثل جيش غامض يحتشد لأمر مقدم الجو صار شديد البرودة من أين أتت كل هذه السحب فجأة هيا أيتها الخيول الكسولة ليس بهذه السرعة توقف عن الرقد هكذا ما هذا؟ أي رياح تهب في هذا الفصل من السنة؟ انطلقت الرياح من أعنتها كأن شياطين الجحيم تطاردها وبدأت العاصفة يزداد عنفها ثم هوت العاصفة على الجنة لا أصدق أشجاري تطير كأنها أوراق يابسة أين أولاد الشباب الأقوياء؟ أين زوجتي وأسري؟ أين الخدم والحرس؟ حين أشرقت الشمس على المكان أطلت على مشهد لا علاقة له بما كان قائما منذ ليلة اختفت الجنتان كما لو كانتا رسما محاه صانعه بعد أن رسمه آه أين ذهب النهر يا علياء؟ لكأنه جرعة ماء شربتها الأرض بعد عطش آلاف السنين سأذهب إلى بيت أعمامي لأجد الماء والطعام لقد أنفقت كل مالي وكل عمري في العناية بهذه الأرض لا تجلس كالعاجز وفعل شيئاً إنك أنت السبب فيما جرى لي جعلتني أكفر بالله وأشرك به صنماً لا يضر ولا ينفع لم يرغمك أحد على هذا لا جدوى من الحديث معك ألا يوجد من ينصرني أو يقف معي في هذه الدنيا؟ تستطيع أن تنصر نفسك يا أخي كيف؟ كيف؟ تتوب وترجع إلى الله وتنقذ نفسك الآن إن الفرصة ما زالت سانحة أمامك الآن ألا ترى الخراب من حولك؟ أية فرصة؟ الفرصة في أنك حي ولم تمت أدرك نفسك بالتوبة وعد إلى الله إن أردت النجاة والقوة فلا قوة إلا بالله ولا نصر إلا من الله ولا أمل إلا في الله فعسى ربي أن يؤتيني خيراً من جنتك ويرسل عليها حسباناً من السماء فتصبح صعيداً زلقاً أو يصبح ماءها غوراً فلن تستطيع له طلباً وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصراً كان سيدنا موسى عليه السلام يخطب في بني إسرائيل خطاباً مؤثراً دمعت له العيون وخشعت له القلوب وبعد أن أنهى خطابه تبعه رجل وسأله يا نبي الله هل هناك من هو أعلم منك في الأرض؟ قال سيدنا موسى لا فعتب الله عليه لأنه لم يرجع إليه العلم وقال له إن لي عبداً في مجمع البحرين هو أعلم منك ودله كيف يصل إليه بأن يصيد حوتاً ويشويه ويضعه في سلة وعندما يصل إلى مجمع البحرين سيقفز الحوت المشوي من سلته إلى الماء وقال له إن فقدت الحوت فقد وجدت الرجل الصالح عرفتنا السيرة المشرفة أن نسمعه الخضر وكان أعلم أهل الأرض في ذلك الوقت قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشداً قال إنك لن تستطيع معي صبراً وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً قال ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراً مولانا الملك هادد بن بدد الكبير ما الذي أتى بك يا طيفور عندي بشارة طيبة يا مولاي قل ما عندك واختصر أخذنا أربع سفن جديدة أربع سفن فقط وتقول إنها بشارة طيبة خذوا كل السفن غصباً من أصحابها يبدو أن عاصفة تنتهب العاصفة بدأت بالفعل أرى أن نحتمي من الماء ماذا نفعل يا صق أطول أشرع وننتظر حتى تهدأ الرياح قليلاً العاصفة يا مولاي دفعت عشرين سفينة إلى المرسى وقد استولينا عليها جميعاً كما أمرت ما هذا؟ هل عميت؟ إنها حطام سفينة يمكن إصلاحها يا مولاي كيف تجرؤ؟ إن أصطول الملك هادد بن مدد يجب أن يضم أفضل السفن وأمتنها وماذا نفعل بهذه؟ ألقوا بها إلى أصحابها يصلحوها أو تغرقوا بهم هذه هي النهاية سنموت هنا نحن مساكين لم نوذي أحداً بل يعترف كل منا بذنوبه وأخطائه انظروا الأرض هناك في الأفق هل هذه كذبة أخرى؟ بل هي الحقيقة ألا ترون ذلك المرسى البعيد؟ سارعوا جميعاً في التجديف إلى تلك الأرض إنها فرصتنا للنجاة وقفت سفينة البحارة المساكين عند الأرض التي يسير فوقها سيدنا الخضر ويتمعه كليم الله موسى عليه السلام ليتعلم منه شيء غريب كيف توقفت العصيفة فجأة؟ هناك رجلان روحان لنا إن أحدهما هو الخضر ومن يكون الخضر هذا؟ رجل طيب ومبارك لكنه لا يختلط كثيراً من ناس هل سنأخذ منهما أجراً؟ بالطبع لا يكفي أننا سنتشرف بركوبهما السفينة انظروا هناك الخضر ينزع لوحاً من السفينة هل أنت واثق مما تقول؟ رأيته بعيني اذهبوا لتتأكدوا بأنفسكم لا يمكن أن أصدق هذا لماذا يؤذينا؟ ونحن لم نأخذ منه أجراً حتى صاحبه كان يلومه سمعته يقول له أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً إمرأة وما فائدة العتاب الآن؟ وقد خاربت السفينة سنتطر إلى الرسو في أقرب ميناء فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا الأجرة يا سيد حليم أي أجرة؟ لقد تعرضنا للغرق وكنا ننزح الماء كالأسرى أو العبيد والعمل يا سكر كيف سنأكل؟ ومن أين سنعيش؟ إنني مثلكم لا أدري شيئاً يفعل الله ما يشاء هل نترك الخضر وصاحبه يتصرفان؟ أم نشكوهما للقاضي؟ لا يوجد قاض في هذه الأرض الملك هدد بن بدد هو الذي يحكم كل الأمور وهو اسم على مسمى يحطم كل ما أمامه ويستغل الناس ويأكل حقوقهم من أصحاب هذه السفينة؟ أنا وإخوتي أصحابها يا سيدي لقد آلت هذه السفينة إلى الأسطول الملكي لماذا؟ ما الذي فعلنا؟ هذه أوامر الملك وقانونه الجديد هيا ابتعدوا ما الذي يجري لنا؟ في البداية يركب معنا شخص طيب ثم يخرق سفينتنا والآن يطلبها مننا الملك الظالم ليس أمامنا إلا أن نمضي أو نبحث عن عمل أي عمل؟ أي عمل؟ نحن لا نعرف إلا الملاحة والسفن كلها أصبحت ملكا للملك هدد انتظروا أيها البحارة المساكين هذه السفينة مثقوبة لا تلزمنا خذوها انظر يا نعمان هل يتسرب الماء إلى الداخل؟ ولا قطرة واحدة عادت السفينة إلى حالتها الأولى اللوح أعيد في مكانه لم نتصور أن يكون الإصلاح سهلا هكذا هيا ننزلها إلى الماء انتظروني معي كيس مملوء بالفضة ما كل هذا الخير الذي حل بنا؟ هذا بفضل الخضر لو لأنه ثقب السفينة لأخذها الملك الظالم وكنا الآن نشحذ اللقمة من الناس اندهش من هو خير مني ومنك سيدنا موسى عليه السلام ولكنه تذكر وعده للخضر وعاد لمرافقته في صنف أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا غادر السيدنا موسى السفينة مع الخضر لإكمال رحلة العلم وذهب إلى أرض يابسة هيا يا حيصور لقمة واحدة أخيرة لا لا أريد الحلوى الحلو بعد أن تنتهي من صحنك آه قلت لا أريد سأغضب منك وأخاصمك إذا فعلتها ثانية اصبري عليه يا إليا هذا التدليل سيفسده يا صبرون إنه وحيدنا وسندنا في المستقبل ولكن يجب أن تلومه على سلوكه السيء غدا يكبر ويعقل ويدرك الصواب بنفسه حيصور حيصور أين أنت يا صغيري اخفض صوتك قليلا يا إليا أنا متعب من العمل طوال اليوم وأريد أن أرتاح قليلا أين ذهب الغلام؟ لا أدري كان يلعب هنا قبل أن أنام لقد خرج من البيت لا تقلقي لعله يلعب في الفناء قليلا أرجوك أرجوك أن تبحث عنه قلبي يحدثني بأنه في خطر حسنا سأذهب من أجل خاطرك معي حلوة كثيرة سأعطي واحدة لمن يفوز في اللعبة حسنا اختبئ يا حيصور ومن يجدك هو الفائز أغمضوا عيونكم جميعا وعدوا من واحد إلى عشرة حيصور أجبني النجدة ماذا جرى له؟ هل أغمي علي؟ بل مات كانت أمي كذلك إن الدم يسيل من من قتله؟ لا أدري ماذا حدث لولدي؟ لا أدري أقسم أنني لا أدري كنا نغمض عيوننا في لغبة الإختباء وفتحنا عيوننا فوجدناه هكذا ولدي حبيبي فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقلك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا إليا ألازلت مستيقظة؟ سأنام بعد قليل أعرف أن فراق حيثور يعتصر قلبك ويعتصر قلبي أنا أيضا إنها إرادة الله وقد مر عام على وفاته تقصد مقتله لن أرتاح حتى أعرف من قتله يجب أن ترتاحي وتعيشي من أجل الطفل الذي ننتظره كان حيثور يبحث عن شقيق له في أصحابه الأشقياء لا تظلميهم ليس لهم أي ذنب في مقتله ولا نعرف من قتله علينا أن نصبر ولا نكفر بالقضاء والقدر إنني لم أؤذي أحدا ولم أكذب قط ولم أرتكب أي ذنب في حياتي فلماذا؟ لماذا؟ سيعوضنا الله خيرا اهدئي واصبري يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا كان سيرهق أبويه طغيانا وكفرا وهما صالحان مؤمنان لا يستحقان تلك المعاملة القاسية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بر الوالدين حب الأعمال إلى الله بعد الصلاة في وقتها وقد أراد الله أن يبدل الأبوين الصالحين بابن بار يحن عليهم سلامتك يا أمي هل أحضر لك الدواء؟ ولدي الحبيب كنت أحلم بأخيك حيسور ليرحمه الله تفضلي يا أمي اشربي هذا الدواء عجيب مزاقه طيب كالعسل أضفت إليه قطرات من العسل حتى تضيع منه المرارة بارك الله لك يا ولدي وأدام رضاك عني يا أمي اذهب إلى فراشك بجانب زوجتك بل أظل هنا عند أقدامكما ربما احتجت ما إلي هل من شيء تأمرني به يا أبي؟ لا يا ولدي إنني فقط ذاهب إلى بيت الخلاء أضع الحذاء في قدميك وأستأذنك في الانتظار عند الباب لا لا ابق بجانب أمك فهي تسعد بالنظر إليك وأنا أكثر سعادة بالنظر إلى وجهها الحبيب هذا ما خطر بقلب النبي الكريم موسى عليه السلام لكنه تذكر وعده للخضر فعاد للاعتذار والتزام الصمت وإكمال الرحلة وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما قرية البخلاء التي دخلها سيدنا الخضر وبصحبته سيدنا موسى عليه السلام البطيخ اللذيذ بقطعة واحدة من الفضة قطعة كاملة من الفضة مقابل هذا البطيخ الصغير نعم يا سيد عميهود يا مشكاح السعر مرتفع لن تبيع شيئا ماذا حدث؟ لماذا تغطي رأس أبينا يا سمعان؟ لن يستطيع أن يتنفس هكذا لقد مات أبونا الرجل الطيب الصالح مات؟ لا 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 لماذا تتركنا يا أبي؟ هذا الصراخ يؤذي الميت يجب أن نتماسك ونفكر كالرجال نعم علينا أن نفكر في دفنه أولا ولكننا صغار ونحتاج إلى معاونة بالتأكيد سيساعدنا الجيران وأهل القرية في مثل هذه الظروف الصعبة كان بودي أن أقف بجانبكما ولكن أنا مريض وأخاف أن أنقل لكم العدوى ها يذهب إلى جار آخر بإذنكما حرارة الشمس تضر صحتي هذا ثالث جار يرفض مساعدتنا سنحاول مع آخرين وإذا رفض الجميع سنبذل أقصى جهدنا ونؤدي الواجب تجاه أبينا آه تعبنا اليوم كثيرا المهم أننا دفن أبانا وعلينا أن ننتظر قدوم المعزين لا يوجد إلا هذه السيدة العجوز حسنة قليلة لامرأة مسكينة ليس لدينا ما نقدمه لك لا يا خالة انتظري لدينا بعض الخبز والماء صحيح أن الخبز قديم بعض الشيء لكنه يصلح للأكل شكرا على كل حال سأموت من الجوع يا أخي لا تذكرني بالطعام أرجوك ذهبنا إلى كل بيت في القرية وعرضنا أن نعمل في الحقول أو ري الأغنام أو أي شيء أفكر في السفر وهجري تلك القرية لا كان أبونا يوصينا دائما أن نبقى في هذا البيت ولا نغادره أبدا أو نبيعه نبيعه ومن يشتري بيتا فقيرا جداره مشقوق وفي هذه الأثناء دخل سيدنا الخضر ومعه سيدنا موسى عليه السلام تلك القرية وطلبا طعاما لكن الناس جميعا أبوا أن يضيفوهما يا للعجب إنه الخضر رجل صالح ويقال إنه من الأنبياء مهما يكن من أمره فلن نعطيه شيئا إلا بأجل سمعان سمعان استيقظ بسرعة ما الذي حدث؟ جدار البيت فيه شق كبير هل تمزح؟ نعرف أن جدار البيت مشقوق منذ وقت طويل الشق اتسع اليوم بدرجة مخيفة انظر انظر بنفسك يا ربي سيسقط البيت عما قريب إذا لم نرممه لنسرع إذن إياك أن تقترب وإلا سقط الجدار فوق رأسينا وما العمل يا سمعان؟ ترميم البيوت يحتاج إلى قوة ومهارة وأدوات ونحن لا نملك شيئا منها نسأل الجيران الجيران مرة أخرى لن نخسر شيئا فعلا لن يكون الحال أسوأ مما نحن فيه ألم أقول لكما إنني مريض؟ سيسقط البيت فوق رأسينا أنا وأخي وتريدان مني أن أجعله يسقط فوق رؤوسنا نحن الثلاثة؟ لا فائدة هيا هيا بنا يا سمعان هذا آخر جار نلجأ إليه في القرية ماذا جرى في الدنيا؟ منذ قليل يأتين رجلان قويان ناضجان يطلبان الطعام والاستضافة والآن يأتين صبيان يطلبان المساعدة ماذا جرى في الدنيا؟ ذهب سيدنا الخضر إلى الجدار الذي يوشك أن يتهدم وأصلحه وأقامه وسيدنا موسى واقف ينظر إليه متعجبا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينطض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا شكرون استيقظ بسرعة انظر الرجل الغريب يرمم الجدار المشروخ كيف يفعل ذلك؟ وقد رفض أهل القرية إطعامه هو وصاحبه بالأمس لا أدري المهم أنه أصلح البيت ووصل الصغيران إلى سن الرجولة آه بيتنا الحبيب مهما سافرنا وابتعدنا يظل شوقنا له كما هو الحمد لله أفاض الله علينا بالخير العميم ولم يعد هذا البيت الصغير يكفينا هل تفكر في الزواج يا أخي؟ بصراحة نعم ولكنني أنتظر وأن تسبقني فأنت الأخ الأكبر في هذه الحالة سنحتاج إلى بيت أوسع وماذا يمنع؟ عندنا المال والأدوات والقدرة على البناء افسحوا لي الطريق ألا زلت على قيد الحياة؟ ما وجه الاستعجال يا جدتنا؟ إسخروا مني إسخروا سأذهب إلى الفاضلين سمعان وشكرون ولدي الرجل الصالح ماذا جرى لهما؟ إنهما يهدمان بيتهم ليبني بيتا أكبر منه وأوسع وما دخلك أنت بهذا الأمر؟ إنهما يطعمان كل الفقراء احتفالا بالبيت الجديد إذن نأتي معك بكل تأكيد الجار للجار بيت جديد وطعام للفقراء خسارتان في يوم واحد ماذا جرى للدنيا؟ أوشكنا على الانتهاء يا شكرون لا أشعر بأي تعب يا أخي ما هذا؟ صخرة ثقيلة تعوق الحفر إنها ليست صخرة انتظر انتظر حتى أساعدك إنه لوح ضخم من الذهب كان أبوكما غنيا الآن عرفت أين وضع ثروته انظروا إليه جيدا إن عليه كتابة أستطيع أن أقرأها بوضوح اقرأ بصوت عال عجب لمن عرف النار ثم ضحك عجب لمن أيقن بالقدر ثم نصب عجب لمن أيقن بالموت ثم أمن يا الله هذه النصائح هي الكنز الحقيقي انتظر عليها كتابة أخرى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله محمد لم أسمع به من قبل لكنه مكتوب فوق لوح الذهب ماذا ستفعلان بالكنز؟ سنتبع ما فيه من نصائح غالية الحمد لله أننا لم نكتشف في صبانا وإلا غرر الذهب وما فطنا لما هو أكثر قيمة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا كان بن إسرائيل بعد سيدنا موسى عليه السلام أمة قوية بفضل تمسكهم بتعاليم التوراة ولكن عندما أهملوا دينهم وزاد فيهم الظلم والفساد غضب الله عليهم فضاعت أجزاء كبيرة من أراضيهم وثرواتهم في أيدي الأعداء وأصبحوا أضعف من أن يقاوموا أي اعتداء يتعرضون له واجتمع كبراء القوم لبحث المشكلة ومحاولة حلها يجب أن نعترف أولا بمشكلتنا إذا أردنا بصدق أن نحلها إني لا أفهمك يا تاجر الغلال ماذا تريد أن تقول كنت أريد أن أقول إننا نهزم لأننا مشردون لا نتبع قائدا واحدا وليس لدينا ملك حكيم عندي الحل أنا أكون الملك عليكم أصمت يا حزرؤون إن الماشية التي تتاجر فيها لن تقبل بك ملكا عليها ما الذي ينتظر من حداد مثلك لا يخرج من فامه إلا النار ابتعد 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 عني برائحة الماشية التي تفوح من ملابسك يا قوم يا قوم إننا نهزم دائما بسبب تناحرنا وغيرتنا من بعضنا البعض متى نترك خلافاتنا جانبا لا فائدة وفي ذلك الوقت ذهب كبراء القوم إلى نبي الله سامويل الذي كان يصلي في خيمته وبعد أن انتهى من صلاته نظر إلى قومه مرحبا أيها النبي الكريم أليس الله هو الذي بعثك إلينا؟ قال النبي بلى ألسنا مشردين ومظلومين؟ قال النبي بلى لماذا لا تسأل الرب أن يبعث لنا ملكا يجمعنا تحت رايته كي نقاتل في سبيل الله نعم ونستعيد أرضنا ونصلح ما فسد من أمرنا قال نبيهم أخاف إن دعوت الله أن يبعث لكم ملكا يدعوكم إلى القتال ألا تقاتلوا ولماذا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وتشرد أبناؤنا قال نبيهم لن تتراجعوا لو حدث ما تطلبونه كيف نتراجع؟ أبدا لن يحدث هذا قال نبيهم سوف أسأل الله تعالى أن يختار لكم ملكا تقاتلون تحت رايته إنه يعود إلى الدعاء دعوه في خلوته وهيا بنا ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين أين ذهبت الأغنام؟ لا أدري ماذا أقول غفلت عيناي وحين استيقظت لم أجد الغنم هذا خطأي أنا أنا الراعي وكان يجب أن أنتبه لما أرعاه كلامك يؤلمني أكثر وما العمل الآن؟ أيها النبي الكريم خرجت أرعى الأغنام والحمير فشردت مني في الصحراء ولم أعرف إلى أين ذهبت وقد جئت أسألك عنها سأله النبي هل تحس بالقلق على أغنامك وحميرك؟ نعم قال النبي لا تشغل بالك بها كيف لا أشغل بالي أيها النبي الكريم؟ إنها مسؤولياتي ورأس مالي قال النبي لقد عادت إلى بيت أبيك الحمد لله لم يضع مال الحلال قال له النبي دعك من موضوع الأغنام واستمع إليه كل آذان صاغية يا سيدي لقد سألني الملأ من بني إسرائيل أن أدعو الله أن يختار لهم ملك يقاتلون تحت رايته في سبيل الله نعم ما أحوجنا إلى ملك شجاع وحكيم يجمع كلمة الناس ونكون جميعا تحت إمرته هل دعوت الله يا سيدي؟ قال النبي نعم دعوت الله فاختارك ملكا على بني إسرائيل الله؟ الله هو الذي اختارني؟ قال نعم كيف أكون ملكا وأنا دباغ بسيط؟ قال النبي هذا أمر الله وعليك أن تعد نفسك للقتال أنا رهن إشارتك جاء الغد فاجتمع كبراء بني إسرائيل مع النبي صموائيل الذي قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا طالوت؟ هذا الرجل ملك علينا؟ كيف يكون له الملك؟ ونحن أحق بالملك منه؟ قال النبي أيها الناس لماذا تتصورون أنكم أحق بالملك منه؟ نحن أغنى منه كثيرا انظر إلى ملابسه إنه يرتدي ملابس الرعاة الفقيرة قال النبي ليست العبرة في حكم الشعوب بالغنى أو الفقر العبرة بالقدرة على قيادة الشعوب القدرة؟ أي قدرة؟ قال النبي إن طالوت هو اختيار الله لكم وقد اختاره الله تعالى لعلمه وقدرته نحن نصدقك أيها النبي الكريم ولكن كيف ننسى أننا نحن شرفاء هذه الأمة وسادتها؟ كيف تجاهلنا الله واختاره هو؟ لماذا طالوت هذا بالتحديد؟ قال النبي ليس لمثلي أن يسأل الله لماذا إن الأنبياء لا يسألون إنما يستمعون ويطيعون وهذا هو اختيار الله له أليس من حقنا أن نسأل لماذا فضله الله علينا؟ علمه هو الذي فضله عليكم لقد آتاه الله بسطة في العلم والجسم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم أيها الناس لقد جادلتم طويلا حول أحقية في الملك رغم أنه اختيار الله لي ولكم ولم يشغلكم خطر الملك جالوت الذي سلب أراضيكم ونهب خيراتكم ويستعد بجيشه لينال منكم لن أطلب أنا هذا الطلب من النبي صموئيل ألم نتفق؟ اتفقنا أن نطلب علامة على ملك طالوت آية تثبت أنه اختيار الله لنا ولكننا لم نتفق أن أكون أنا المتحدث الوحيد اخفضوا أصواتكم أزعجتم النبي الكريم في خيمته معذرة يا سيدي كنا نتحدث في أمر طالوت وخشينا أن يكون هناك خطأ ما ليس خطأ بمعنى الخطأ يا سيدي ربما سوء فهم بصراحة ودون مواربة كيف نتأكد أن الله هو الذي اختار طالوت لنا نريد معجزة تثبت صدقه قال نبيهم اذهبوا إلى المعبد غدا سوف يأتيكم تابوت العهد تابوت العهد؟ كيف يأتي إلينا بعد أن سلب منا؟ إنه في قرية بعيدة ويفصلنا عنها سفر أيام طويلة لن يصل التابوت أبدا وبهذا يكون لنا الحق في رفض طالوت واختيار ملك غيره ألم أقل لكم لن يأتي تابوت العهد؟ إننا نضيع وقتنا يا سادة أقترح أن نبعث في طلب النبي ليسأل الله أن يختار لنا ملكا حقيقيا انظروا إلى السماء كيف يطير التابوت في السماء؟ انظروا إنه يهبط من أعلى سامحني أيها النبي الكريم صمويل لقد صدقتنا القول هل لنا يا سيد النبي أن نفتح التابوت وننظر ما بداخله إنه يشير بالموافقة هيا أسرعوا انظروا أثار أهل موسى وآل هارون كما هي هذا طعام المن ما زال طازجا يصلح للأكل وهذه ألواح التوراة لم تمس يا إلهي أشعر براحة لم أعهدها الآن وقد أكرمنا الله بإعادة تابوت العهد إلينا يبدأ دورنا في العمل والإعداد للحرب علينا أن نسرع في إعداد الجيش وتدريب الجند على القتال تدريب الجنود سيستغرق وقتا طويلا أقترحوا أن نستعين بجنود من الخارج يحترفون القتال وما دافع هؤلاء الجنود في الحرب المال بكل تأكيد إذن يستطيع الملك جالوت أن يشتريهم وينقلبون علينا إذا دفع أكثر هذا صحيح أمر محير أيها الناس لقد استمعت إلى آرائكم وأخذت مشورتكم والآن إليكم قراري سأعد جيشا من الفلاحين والرعاة فلاحين ورعاة؟ لا أريد مقاطعة هؤلاء أجدر الناس بالقتال لاسترداد أراضيهم وقطعانهم المسلوبة وسيبدأ الإعداد للجيش من صباح الغد أيها الملك الكريم طالوت أريد أن أشتكي لك ابتعد أيها الرجل دعه تكلم أعطيك الأمان أريد أن ألتحق بالجيش يا مولاي ماذا تعرف من فنون القتال؟ لا أعرف شيئا في الحقيقة غير الطهي وإعداد الطعام أنت الآن واحد من أفراد الجيش الجنود في كل الجيوش يحتاجون إلى تغذية طيبة ستقوم أيها الجندي بمهمة إطعام الجيش سيدي نحن نسير منذ ساعات طويلة أعرف مر الجيش أن يزيد من سرعته نتحرك أسرع؟ إننا نكاد نهلك من الحر والضمأ كنت أقترح أن نرتاح قليلا لم يمنحنا العدو فرصة الراحة يجب أن نعتاد مجهودا شاقا لقد نفد الماء منا أعرف وهذا جزء من خطتي ألا يوجد مع أحدكم جرعة ماء؟ أصمت ولا تذكر الماء أمامي كيف تحتمل الضمأ وحرارة الشمس في سنك هذه؟ أعرف أن الموت نهاية كل حي فما أشرف أن يموت المرء دفاعا عن أرضه؟ لقد ضعنا في هذه الصحراء الواسع لا أريد أن أموت ألطف بنا يا رب موسى وهارون وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ماء؟ هل هذا سراب؟ لا إنه الماء النهر يا سيدي النهر توقفوا مكانكم إياكم أن تشربوا من هذا النهر الماء عذب ونظيف ونحن نكاد نموت من الضماء اسمعوا أوامري أنا القائد لا تشربوا إن هذا النهر ابتلاء من الله لكم من شرب منه فليس مني ومن أطاعني فهو مني أسمح لكم فقط باغتراف جرعة واحدة قلت غرفة واحدة باليد توقف عن الشرب كيف نتوقف؟ الماء لذيذ لن أمس الماء ما دامت هذه أوامر الملك سامحني يا سيدي لا أستطيع المقاومة هل انتهيتم حتى نواصل التحرك الآن؟ الملك يشير لنا أيها الجنود توقفوا كل من شرب من النهر يتجه إلى الجهة اليسار والباقون إلى جهة اليمين أنت شربت من النهر رأيتك بعيني اذهب مع من شرب أنا مساعدك وذراعك الأيمن يا مولاي أوامري واضحة اذهب مع من شربوا لا تخف لا يمكن أن يوقع العقابة بكل هذا العدد أنتم مفصلون من الجيش عودوا من حيث أتيتم هيا يا جنودي لنواصل السجر ليتني قاومت الماء وأطعت الملك طالوت إنه أحمق كيف يطلب من الجنود أن يمتنعوا من شرب الماء في صحراء حارقة؟ لا تسبه يا رجل ربما لديه حكمة ما لماذا تنحاز له بعد أن طردك من خدمته؟ أعرف سيدي طالوت جيدا منذ أن كان دباغا للجلود وراعيا للغنم هو رجل حكيم وعالم ببواطن الأمور السلام على الملك جالوت العظيم أهلا بك يا عمروس لماذا تركت مكانك في جيش طالوت؟ جئتك بصيد ثمين عندي خبر مهم تحدث صحبنا الملك أياما في الصحراء المحرقة دون ماء وعندما توقفنا أمام نهر أمرنا ألا نشرب ثم قام بطرد كل الجنود الذين شربوا يا له من قائد قوي وكم بقي من رجاله الصامدين؟ كنا في البداية ثمانين ألف جندي شرب من النهر أكثر من ستة وسبعين ألفا الباقي عددهم قليل لكنهم أشداء مخلصون قادرون على مقاومة إغراء الزمأ عندي معلومات أخرى عن الملك طالوت نفسه قل ما عندك بالرغم من ذكائه وقوة جسمه وعلمه الغزير إلا أنه ليس محاربا كيف هذا؟ كان يعمل راعيا ودباغا للجلود ولم يتعلم أبدا المبارزة أو فنون القتال قائد جيش يبارز بعقله ولا يحسن استخدام يديه هذه معلومة مهمة أين مكافأتي يا سيدي؟ سأعطيك وزنك من الذهب إلى أين نسير يا مولاي؟ انتظروا ناولني رمحك أيها الطاهي أبلغ الجنود بأن يرتاحوا قليلا أمرك يا مولاي أيها الجنود فترة من الراحة معذرة يا مولاي لماذا غرست رمحك في الأرض؟ لأراقب اتجاه الظل إذن نستطيع أن نحدد مكان معسكر العماليق والملك جالود نعم سنصل إليهم بإذن الله فجر الغد أيها الجنود يا جيش العماليق هذه فرصتكم للقضاء على عدوكم الحرب الحرب إذا هزمناهم لن تقوم لهم قائمة من يقتل جندي سأعطيه أرضه وماله وأزيده الضعف الحرب الحرب نحن على مشارف أرض العماليق إياكم أن ترهبوا أعداءكم وإن لن هزمتم قبل أن تبدأوا القتال النص لنا النص لنا سنعسكر الليلة هنا ونبدأ الهجوم مع أول ضوء للنهار صلوا لله الواحد الذي أرسل إلينا أنبياءه إبراهيم ويعقوب وموسى وهارون أعد لنا طعاما خفيفا على المعدة يهضمه الجند قبل أن يبدأوا في القتال انظر يا مولاي إلى عددهم القليل ستكون المعركة أسهل مما توقعت أثبتوا أيها الجند واعلموا أنكم تقاتلون في سبيل الله وتدافعون عن أرضكم ونسائكم وأطفالكم وكرامتكم في الحياة عددهم كبير إنهم يحجبون قرص الشمس لكنهم لن يحجبوا ضوءها إننا أصحاب الحق وسننتصر بإذن الله كيف؟ ألا ترى العدد أمامك لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين سيد الملك جالوت هذه فرصتنا لتأمر بالهجوم ونحطم أفواههم أخشى أن ينجو طالوت في المعركة إنه رمز قوتهم هل ترى قوة في هذا العدد القليل؟ نعم يا عمروس وماذا ترى يا مولاي؟ سأحدث طالوت أولا إن ملكهم جالوت يقترب وحده ربما يريد حقن الدماء وتسليم الأرض دون قتال لا أظنه يفكر بهذه الطريقة ولكن تقاليد الحرب تقتضي أن أتقدم أنا أيضا وأعرف ماذا يريد أنت طالوت راعي الغنم؟ نعم أنا الرجل البسيط الذي اختاره الله ملكا ليعيد به الحق إلى أهله تحسن الكلام فهل تحسن القتال أيضا؟ لن تستفزني بأسلوبك هذا فتجبرني على قرار لم أتخذه بعد ألا تريد مبارزتي والزهوة بأنك قاتلي؟ لم آتي هنا لأزهو ولا لأتفاخر لماذا جئت إلى المعركة إذن؟ حتى تعود الأرض إلى أصحابها فيعم السلام بين الناس إن كنت تريد السلام فعلا فلدي عرض قد يروق لك تكلم إني منصت بارزني أو تخير من رجالك أقوى فارس ليبارزني فإذا قتلته تكون أراضيكم لي وأصبح أنا وحد الملك هنا وإذا هزمت يا جالوت هذا افتراض عجيب ولكن إذا حدث ذلك يكون ملكي كله لك يا راعي الغنم وتعود الأرض إلى أصحابها ما قولك؟ موافق يفعل الله ما يشاء حتى يأتي من يبارزني إني منتظره في أي وقت لا أدري يا مولاي ماذا أقول إن مبارزة جالوت مغامرة خطيرة ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ولكنها مغامرة تستحق المنتصر فيها سيغنم الكثير أبلغ الجنود جميعهم أن من يتقدم لمبارزة جالوت وينجح في قتله سيقتسم الملك معي وسيتزوج ابنتي ويكون هو الملك من بعدي أمرك يا سيدي السمع والطاعة للملك طالوت ماذا بك؟ أخيرا يا مولاي تقدم واحد من الفرسان لمواجهة الملك جالوت حسنا أدخله في الحال ولكن يا مولاي ماذا؟ هو ليس فارسا بالمعنى الصريح أقصد تكلم ماذا تريد أن تقول؟ هو صبي في السادسة عشرة من عمره نحيل الجسد ويعمل في الراعي مع إخوته اسمه داود يا سيدي لا بأس من مقابلته كنت أنا أيضا راعيا للغنم لم أولد على رأس هذا التاج سأدخله في الحال يا سيدي تفضل أيها الشاب يا له من وجه طيب يشع بنور الإيمان إنني أشفق عليك يا بني من القتال قال داود عليه السلام لا مفر من قضاء الله صدقت يا بني إذن تعال لي أعطيك سيفي ودرعي لماذا لا تمد يدك؟ ما هذا الذي تشير به إلي؟ قال النبي داود عليه السلام إنه مقلاع أستخدمه في الصيد وسيكون صلاحي بإذن الله هذه ساعة الحزم أين هذا الفارس؟ لماذا لم يأتي؟ ويحك من أنت؟ قال النبي الكريم أنا داود أنت إنسان ضعيف ومسكين إني أرحمك فارجع وليتقدم إلي غيرك من الملوك والفرسان أين طالوت؟ قال داود عليه السلام أنا الذي أقتلك بإذن الله يا لك من صبي مغرور قلت لك أرجع قال داود عليه السلام لن أرجع حتى أقتلك سأريك الآن إلى من تتحدث أخرج النبي داود حجرا من مخلاته ودعا ربه ثم رماه فوقع الحجر في رأس جالوت حتى دخل في جوفه وقتله فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس وقلت بعضهم ببعض هذا أولا من صدق كلامكم نقول الصدق نقول الصدق نقول الصدق نقول الصدق لن أعطي نصف ملكي إلا لمن يأتني برأس جالوت مولاي حضر الفارس داود ما هذه المخلاء؟ رأس الملك جالوت يا مولاي قتله داود ذلك الفارس النبيل أنت من يستحق أن يخلفني ويعضل بين الناس يشريفني يا بني أن أزوجك ابنتي وأقاسمك عرشي اعلنوا الأخبار الطيبة في كل أنحاء البلاد تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين في بيت من بيوت بني إسرائيل لكنه عامر بالقلوب الطيبة المؤمنة عاش الرجل الصالح عمران بن آثام مع زوجته حنة لو أن الله يرزقني بمولود سأهبه لخدمة المحراب وطاعة الله اللهم فاشهد إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محظرا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم حمدا لله على سلامتك يا أختي الحبيبة أدعو الله أن يرزقك أنت أيضا بالزرية الصالحة يا إلي سبات آمين يا رب كنت قد نذرت ما في بطني لله تعالى قبل أن أعرف أن المولود أنسى ما هذا التفكير العجيب إننا أمام الله سواء ولكن الزكور لهم القوامة وهم الأقوى في الحروب والشدائد لا ندري أين يكمن الخير ربما تكون هذه الطفلة الهادئة فيها الخير لك وللدنيا كلها أفكر أن أسميها مريم مريم؟ اسم جميل فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكور كالأنثى وإني سميتها مريم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم أيها القوم لقد أنجبت السيدة حنى مولودتها مريم وإني أرشح نفسي لكفالة الطفلة بعد موت أبيها السيد عمران كبيرنا ولماذا لا أفوز أنا بهذا الشرف؟ أنا أكثركم ثراء والأحق بكفالة الطفلة مريم وتحدث نبي الله زكريا فغالبا سيحوز كفالة مريم فهو زوج خالتها والأقرب لها نسبا حسنا حسنا لنستهم بالأسهم ومن يفوز يكفل مريم ها هي الأسهم أدرها جيدا في الجعبة يا رجل ها زكريا أها هل قلنا سنقترع مرة واحدة أم ثلاث مرات لم نحدد إذن هي ثلاث مرات ولكنني لا أطمئن لهذه الجعبة لنذهب إلى النهر أفضل سأقذف الأسهم الخشبية في الماء والسهم الذي يسير عكس التيار يكون صاحبه الفائز زكريا مرة أخرى هل قلنا الذي يسير مع التيار أم عكس التيار؟ أظلنا قلنا الذي يسير مع التيار بالضبط أنا أيضا سمعتها هكذا دعاهم نبي الله زكريا أن يتق الله ولا يلجأ إلى تلك الحيل سنعيد الاقتراع يا زكريا للمرة الثالثة والأخيرة هذه المرة نقولها بوضوح السهم الذي يسير مع التيار يكون صاحبه هو الفائز نعم هذا في مصلحتنا لا مفر من إعلان الهزيمة يكفل هو مريم ونوفر نحن في النفقات ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون كلما جئت لزيارتك وجدتك في صلعتك يا مريم هذا من فضل الله ما هذه الفاكهة العجيبة؟ لا أدري نحن في موسم الشتاء والثلج يملأ أسطح المنازل نعم سمعت صوت سقوطه قبل أن أبدأ في الصلاة ما أسأل عنه من أين جاءت فاكهة الصيف إلى هنا؟ لا أدري حقا يا خالتي هو رزق وهبه الله لنا كلي هنيئا مريئا يا لها من فاكهة لذيذة لم أدق في حياتي مثلها أرجوك احملي ما تبقى لنبي الله زكريا عليه السلام سأترك شيئا من الطعام إذن الحمد لله لا أشعر بالجوع مطلقا أنت لا تأكلين شيئا يا مريم ومع هذا أشعر بالشبع حدثني زوجي عن تلك الفاكهة من قبل واليوم أراها بعيني وأذوقها أيضا أنت مباركة يا مريم لا تبالغ يا خالتي إنما أنا أمة من إماء الله أرجو رحمته ادعي لي أن يجزقني ربي من فضله وما قيمة دعائي بعد أن دعا لك نبي من أنبياء الله وهو السيد زكريا عليه السلام أعلم ولكني أطمع أيضا في دعائك لي اللهم احسن قوفنا بين هديك وألهمنا أن ندعو بما فيه الخير لنا اللهم اكرم نبيك زكريا الذي يكفلني ويرعاني وأكرم زوجته التي ربتني وأحسنت إلي لما رأى سيدنا زكريا عليه السلام الرزق الذي يأتي لمريم في محرابها فضلا عن تقواها وخلقها العظيم تمنى على الله أن ينجب ودعا ربه ودعوة الأنبياء حق هذا أجمل خبر سمعته يا خالتي أنا نفسي لا أصدق يا مريم كيف تلد عجوز مثلي ليس بعيدا على الله الكريم كلي أنت الآن بحاجة إلى الغزاء لم تعد لي أمنية في هذه الدنيا إلا أن أفرح بك يا مريم وأحمل أولادك هذا أمر لا أفكر فيه أبدا لقد نظرت نفسي لعبادة الله الواحد الأحد أعرف ولكني تمنيت أن أرى لك وليدا كلميني عن مولودك أنت يا خالتي هل فكرتما في تسميته؟ يحيى هكذا سماه الله الله هو الذي اختار له الاسم نعم أوحى به إلى نبي الله زكريا يحيى لم يطلق هذا الاسم على أحد من قبل فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء كانت السيدة مريم وحدها في المحراب عندما تجلى لها الروح الأمين جبريل عليه السلام في صورة كائن بشري ما هذا؟ من أنت؟ طم أنهى الملك الكريم بقوله إنما أنا رسول ربك جئت بأمره لأبشرك بغلام زكي غلام؟ كيف يكون لي غلام وأنا لم يمسسني بشر؟ قال الملك الكريم هكذا قضت مشيئة الله تعالى سيكون هذا الغلام بإذن الله آية للناس ورحمة من الله ونفخ الملك الكريم نفخة قوية ثم مضى في هدوء أين الذي يكلمني؟ لم يسكن لي حتى اسمه كيف مضى والباب مغلق؟ يا ربي يا ربي أعني على ما قدرته لي واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لآب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلاما ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي يهيلوا ولنجعله آية للناس ورحمة منا ورحمة منا وكان أمرا مقضيا مريم ماذا جرى؟ لم تزوريني منذ وقت طويل خالتي أهلا بك هل أنت بخير؟ الحمد لله على كل حال له الحمد في السراء والضراء ولكن صوتك ينبئني عن شيء خطير ماذا تعنين؟ هل تخفين أمرا عني؟ ليته كان بمقدوري أن أتحدث افتح قلبك يا مريم وكوني واثقة بالله صدقيني لا أدري هل يصح لي أن أتحدث أم لا؟ فهمت أنت فتاة مباركة ومن يكون مثلك مع الله لا يخشى شيئا من أمور الدنيا كنت واثقة أن هناك أمرا خطيرا يا مريم المهم الآن يا خالتي ماذا أفعل؟ وماذا بوسعك أن تفعلي؟ هذا أمر من الله عز وجل وهو اختيار فيه مجد وتشريف وهل يفهم الناس من حولنا تلك المعاني السامية؟ ومنذ متى يا مريم تشغلين نفسك بما يقوله الناس؟ كنت لا أشغل بالي به في أموري الخاصة عباداتي وخلوتي مع الله أما الآن فالأمر يختلف كيف؟ إن جابي لطفل دون زواج مسألة تتعلق بسمعة أمي وأبي رحمهم الله وتتعلق أيضا بسمعة نبي الله زكريا الذي يكفلني لا تعذب نفسك يا مريم يكفي أن تكون طاهرة عند ربي العالمين يعلم الله أني لا أخشى على نفسي وإنما أخاف على الوديعة في أحشائي ربما يحاولون إيزاءه هل بدأت تشعرين به؟ نعم هو إحساس عجيب مزيج من الحنان والخوف ومزيج من الأنس والرهبة ترى ماذا يكون شأنه؟ وما أدراك أنه صبي ربما تكون فتاة طيبة كأمها لا إنه غلام أخبرني الملك الكريم بذلك آه يا ربي ماذا أفعل الآن وأين أذهب؟ ليتني ميت قبل هذا ونسيني الناس أوضعت العدراء مريم وليدها المسيح عيسى عليه السلام ما أجملك يا بني وما أشقاني فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا أشعر بزمع عجيب وأحس بجوع أيضا وتحدث نبي الله عيسى في المهد وقال لها لا تخافي ولا تحزني سبحان الله العظيم أيتكلم المولود في مهده؟ قال لها انظري إلى أسفل منك ستجدين جدولا صغيرا من الماء اشربي يا أمي هنيئا مريئا الحمد لله الذي سقاني ثم عاد يقول هز إليك هذه النخلة ستسقط عليك حبات من التمر الناضج كلي بالهناء والشفاء الله ما أجمل مذاقها قال لها عيسى عليه السلام أريدك أن تسعدي ولا تشغلي بالك ولا تحملي هم يا أمي كيف لا أشغل بالي يا حبيبي إن إن جابي لك في نظر قوم آه لا أدري ماذا أقول قال عيسى عليه السلام لا تقولي شيئا كيف وبماذا أفسر لهم الأمر قال عيسى عليه السلام إذا رأيت أحدا من الناس فاصمتي وقولي إنك نذرت صوما لله ولا تكلمي أحدا واترك الأمر لي يا حبيبي إنك تتحدث وكأنك رجل يرعى شأني اللهم لك الحمد في كل الأمور فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا وعادت السيدة مريم العذراء تحمل وليدها إلى المحراب وهي مطمئنة إلى قضاء الله وإلى صحبة ذلك المولود الطاهر انظري يا آروبة أليست هذه مريم الناسكة؟ نعم ما ستحمل بين يديها أظنه طفلا رضيعا ربما هو يحيا بن زكريا وإلى سبات لا لا لقد كبر يحيا وصار يمشي وحده رأيته منذ ساعة مع أمه في السوق من يكون الطفل الرضيع؟ لا أدري إن مريم تعتزل الناس جميعا فمن أين تأتي بطفلين؟ لا تصدقي كل الظواهر يا إيدال من يدري؟ أرى أن تكتمي الأمر ولا نخبر به أحدا من الناس بالطبع إنها سمعة فتاة عزراء سنتكتم الأمر ولا شك إذن أنت لا تنكرين أنه ابنك لماذا أنت صامتة؟ قلت لكم من قبل أنها نذرت صوما لله فلن تكلم إنسانا صوم؟ وهل تصوم الخاطئة؟ أصمتي وإياك أن تزيدي حرفا واحدا في حق مريم لم نأتي هنا لنستمع إلى حديث النساء يا مريم لقد فعلت منكرا عظيما ما كان أبوك رجل سوء وما كانت أمك يوما من البغايا كيف تفسرين لنا ما حدث؟ ماذا؟ هل تسخرين منا؟ كيف نكلم طفلا ما زال في مهده؟ أجابهم المولود عيسى عليه السلام إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا المولود يتكلم إنه أفصحنا لسانا ونظر النبي الكريم لأمه مريم وقال وجعلني الله برا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا أظن الأمر واضحا لا داعي لبقائنا اسمحي لنا أيتها المرأة الصالحة الحمد لله تعالى فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك مرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم